سلام عليكم يا مش مهنجزين. وراء وقلم. حالا جهزها واكتب معايا مسوغات التعيين. يعني ايه مسوغات التعيين? هل كل الشركات بتطلب مسوغات التعيين? بجيبها منين? بطلعها ازاي? هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله في الحلقة دي. سيبوا كل في ايديكم واعيروني سمعكم وانتباهكم. شوفي هندسك. مسوغات التعيين دي عبارة عن شوية اوراق واصول بتقدمها لشركة الماولات او لاي شركة عموما بتطلب منك مسوغات التعيين. متى يتم تقديم هذه الاوراق? لما شركة تطلب منك مسوغات التعيين عشان تكتب لك عقد عمل وتثبتك عندها في الشركة. ده في الغالب. لكن هل كل الشركات بتطلب ذلك? لا مش كل الشركات. حسب سياسة الشركة وحسب نظام الشركة. طيب انا هندسة رايح لشركة وعايزة مني مسوغات التعيين. مسوغات التعيين دي عبارة عن ايه? وبطلعها ازاي? شوف يا سيد. رقم واحد. ست صور شخصية. خلفية بيضة اربعة بستة. بتروح بقى وانت مبتسم وانت سعيد وانت في المظيف. لأ صورة بتكون في استوديو فورمل لكنك بتطلع صور لبصبور بطاقة اي حاجة. ست صور شخصية. رقم اتنين. اصل شهادة الميلاد. بتروح الاسم اللي انت تابع ليه. وتحديدا بتروح للمكتب السجل المدني. اللي جوه الاسم. وبتقول له انا عايز اصل شهادة الميلاد او عايز شهادة ميلاد الكترونية. بتاخد معاك صورة بطاقة. وبتدي الموظف صورة البطاقة. بيقول لك هتستلمها في وقت معين. بتنتظر. مدة معينة من الزمن حسب الضغط بتاع الشغل بقى داخل المكتب. وبعد كده بتستلم شهادة الميلاد. خلي بالك. يفضل لما تيجي تستخرج اي اصل شهادة الجيز شهادة الميلاد شهادة التخرج. حاول تعمل اصلين او تلت اصول. ليه? عشان ممكن تحتاج الكلام ده في حاجات تانية. تكون معاك احتياطي. مش لازم لما كل تيجي تستخرج شهادة او تطلع حاجة. تقوم رايح على كل الادارات والمكاتب والاقسام عشان تطلع اصل كل حاجة. لا ايه كن معاك حاجة كده استيبن? بحيس يكون جاهز ايه? الموضوع معاك وما تلفش كتير يعني. بحيس هو كده كده مشوار ويتحسب عليك. لا طلع لاصلين طلت اصول وايه? يكونوا معاك احتياطي. رقم تلاتة. اصل شهادة الخدمة العسكرية. موقفك من التجنيد. انت خدت اعفا ولا اجلت ولا قدقت الخدمة ولا جريت هرقة ولا عملت ايه? لازم يا هدسة تقدم موقفك من التجنيد. بتروح لمركز التجنيد اللي انت محافظتك تابع عليه او منطقتك تابع عليه. ومن هناك بيعرفوك انك انت هتعمل خطوات معينة بحيس انك انت تطلع شهادة الخدمة العسكرية. طبعا ما بيجي عليك الدور في التجنيد انت بتمشي بشوية اجراءات وبتطلع شهادة الجيش. بفرض النهية لو ضعت منك او فقدت ممكن تروح لمركز التجنيد برضو تقول له ما عايز استخرج بدل فائد شهادة الخدمة العسكرية. وبرضو بتمشي بشوية اجراءات وبتطلعها في وقت معينة. رقم اربعة. اصل شهادة المؤهل. يعني ايه شهادة التخرج المؤقتة بتاعتك اللي انت اخدتها وانت اطلع من كلية. لو انت ما عندكش اصل ديها وانت الاصل بتاعها قدمتوا في النقابة عشان تطلع الكرنيه. برضو تهندسة بتطلع اصل تاني بتروح شؤون الطلبة بتاعت الكلية وتقول له ما انا عايز استخرج شهادة مؤقتة. ونفس الكلام حوال برضو تطلع ايه نسختين او تلات نسخ احتياط يكونوا معاك. رقم خمسة. فيش جنائي او حاجة اسمها صحيفة الحالة الجنائية. الشركة لازم تكون عارفة ازا كنت انت مسجل خطر او عليك سوابة او انت كنت تضارب واحد او قاتل واحد او هكذا. بتعمل ايه? بتروح الاسم اللي انت تابع ليه وبتستخرج الفيش الجنائي بتسأل هناك هم بيدلوك. بتخش بيكون معاك بطاقة لازم البطاقة تكون سارية. يعني ما ينفعش كل بطاقة تاريخ الصراحية بتاعتها خلص او تاريخ التجديم بتاعها انتهى. لازم تكون بطاقة سارية. دي نقطة مهمة. بتروح تسحب رقم او بتروح تكتب اسمك وتقف في الدور وبتخش للموظف بتاع الفيش الجنائي. بعد كده بيصورك وبيبصمك بصوابعك العشرة. وبعد كده في خلال يوم او يومين بتستخرج لك صحيفة الحالة الجنائية او الفيش الجنائي. هي غالبا الموظف بيقولك تعالى تاني يوم. طبعا عشان انت تروح مشواره تيجي تاني يوم عشان ورقة واحدة بيبقى موضوع ممكن يكون موضوع صعب عليك. لا. في بعض الاحيان بيطلعوها في نفس اليوم بتكون جاهزة. رقم ستة. الرقم التأميني. كل بني ادم دي اخي الجمهورية مصر العربية له رقم قومي ولو حاجة اسمها رقم تأميني. الرقم التأميني ده بتروح يا هندسة تجيبه من اقرب مكتب تأمينات المنطقة بتاعتك تابعة لي. طيب اعرف منيني هندسة مكان مكتب التأميني اللي انا بتبع له? اسأل جوجل. دور على جوجل. انا مسلا بساكن في دينة نصر. مكتب تأمينات مدينة نصر. هيقولك هندسة المكان ومعيد العمل والارقام التليفون وكل الدات اللي انت ايه عايزة. برضو نفس الكلام. بتروح هناك وبيتستخرج لك الرقم التأميني في نفس اليوم. رقم سبعة. كعب عمل. وده بتروح تجيبه من اقرب مكتب عمل انت تابع لي. زي ما فيه مكتب تأمينات. انت تابع لي. في مكتب عمل انت تابع لي. نفس الفكرة لو مش عارف مكانه برضو بتخش على جوجل وتقول له مكتب العمل فين بيجيب لك كل الداتة ايه? عنه. نقطة مهمة بالنسبة لكعب العمل. وانت رايح تستخرج كعب العمل لازم تاخد معاك اربع حاجات. اول حاجة شهادة الميلاد شهادة التخرج والبطاقة والرقم التأميني. عشان كده دي خلتها رقم سبعة. ليه? عشان تكون استخرجت كل الوسائق اللي فاتت وتكون انت رايح كعب العمل ومعاك الوسائق دي. مش هيطلعوا لك كعب العمل الا ما يكون معاك الاربع حاجات دول. رقم تمانية. اخلاق طرف من الشغل السابق. ودي مش اجبالي. ازاي? لو انت مش تغلتش في شركة قبل كده مش بتعمل اخلاق طرف. ليه? انت ما كنتش اصلا بتثبت على قوة شركة. ولكن دي بنستخرجها امتى? في حالة لو انا هسيب شركة واروح شركة تانية. بعمل حاجة اسمها اخلاق طرف. وبينضي لعليه مفروض مدير او شؤون الموظفين اللي تابع الشركة. اخلاق طرف ده بيفيدني في ايه? ان ده بيقول قدام القانون ان انا اخليط طرفي معلش اي مسئولية من تاريخ خروج من الشركة دي. دي حاجة. وبتستخرج معا اخلاق الطرف ده بتعمل معا حاجة اسمها استمارة ستة تأمينات. استمارة ستة تأمينات عشان تبلغ التأمينات تقول الاهمية. ودي بنعملها في حاجة. لما نكون في شركة مأمنة علينا ومسبتان ابعاد. عايزين ننقل الكلام ده لشركة تانية. بتعمل الوسقتين دولا. اخلاق الطرف بتعمل من الشركة واستمارة ستة تأمينات بتطلحها من اعرب مكتب بريد او ممكن بتلاقي نسخة في الشركة بتعملها لها. نقطة كمان. لما تيجي هندسة تعمل اخلاق الطرف لازم لازم تستلم الوسائق الاصول اللي انت قدمتها في الشركة اللي هي ما سواء تتعين. اللي هي الاصول. مش هتروح تطلع اصول جديدة للشركة الجديدة. لا. المفروض ان هم بيعملو لك اخلاق الطرف لما تيجي تنضع عليه. انت بتسلم هم لهم? وهما بيدو لك الاصول اللي انت قدمتها لما جيت تتعين في الشركة القديمة. رقم تسعة. طبعا صورة البطاقة. دي اهم وثيقة ودي الوثيقة اللي بيجيب ارباح لكل مؤسسة الدولة تقريبا يعني. لازم تاخد معاك صورة البطاقة وانتطلع صور صورة البطاقة بلازمة وبدون لازمة. ده هدف وبدون هدف عادي. خمس صور عشر صور عشر صور عشر ايه اللي انت عايق. اعمل ملزمة صور بطاقة. وانت ماشي توزع. صور بطاقة. صور بطاقة. انت خبال. صور بطاقة. صور بطاقة. وهكذا. هتلاقي حمادة عايز صورتين بطاقة. ومدام اعتماد عايز صورتين بطاقة. وزيد عايز سربط او عبيد عايز سربط وهكذا. فانت انجز من الاول هو انت نازل النهاردة اي مشوار حكومي او انت نازل من بيتك صور البطاقة عشرة نسخ عشرين نسخة حسب ما تكون معاك فلوس. لحد ما فلوسك تخلص. اخر حاجة هندسة بتقدمها في مسوقات التعيين رقم عشرة. كرنيه النقابة. طبعا انت المفروض ان لما بتخرج ويكون معاك شهادة التخرج بتطلع بتروح تقدمها وبتقدم كزا ولا عشان تطلع كرنيه النقابة. وبتتبقى مسجل في نقابة المهندسين المصرية. وبتبقى مهندس نقابي معتمر. بيبقى معاك الكرنيه بالسانة الحالية بتروح تتصوره صورة وبتقدم الصورة دي للشركة اللي انت برضو رايح تتعين فيها. هتجمع هندسة كل مسوقات التعيين دي العشر حاجات وتحطهم في فايل محترم كده شيك وتقدمهم لشؤون الموظفين او بتاع الشركة. طيب قدمت بقى مسوقات التعيين اهو هندسة عقد العمل عقد العمل لما يجي همضي عليه عشان هتسبت هناك او مش شرط يكون عقد عمل ممكن تقدم هندسة مسوقات التعيين ويعرضوا عليك حاجة اسمها job offer. ايه الفرق بين job offer وايه الفرق بين عقد عمل موسق طرف اول وطرف تاني في حقوق وفي واجبات وهكذا. ان شاء الله هنقوع على الكلام ده بالتفصيل وهنقول على الحاجات اللي نبص عليها في العقد وايه الحاجات اللي نمضي عليها وايه وانشروها على اوسع نطاق. نستني اراءكم واستفساراتكم مخصوص الحلقة دي. اي مسوق من مسوقات التعيين اي ورقة اه مش فاهم بتطلع ازاي بتطلع منين عايز تسافسل عنها اكتر اسألني تحت في التعليقات وانا منتظر اسئلتكم وان شاء الله هرد عليها كلها في اقرب وقت ممت. والسلام عليكو يا بش مهنجزين. اشتركوا في القناة